اشتركوا في القناة لا يزال يتداول في ظل النطاق الإيجابي الصاعد مدعوما باستمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى الدعم المحوري الماثل عند مستوى سعر 10700 نقطة ولا تزال الإشارات الإيجابية تتوارد من خلال مؤشر التذبذب بستوكستيك الذي لا يزال منفرج إلى الأعلى مما يوحي باستمرارية إنها التصحيحات والبدء بالارتداد والزحف نحو الهدف الأولي المنتظر بالقرب من مستوى 11000 نقطة والهدف الرئيسي المنتظر بالقرب من مستوى 11200 نقطة بإذن الله تعالى خلال التداولات القادمة وطوال ما أن المؤشر العام لا يزال يتماسك بثبات بالتداولات أعلى مستويات 10700 نقطة لا نزال نتوقع أن تستمر الإيجابية وتستمر التداولات في ظل المسار الرئيسي الصاعد خلال الجلسات القادمة بإذن الله تعالى إذن أخواني الأعزائيل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله شكرا